أكثر من 150 فعالية تستقبل زوار سوق عكاظ في دورته الثانية عشر لتعرف بالسوق وثقافة العربي وتأريخ المنطقة وشهد سوق عكاظ إقبالا كبيرا من الزوار في المملكة والخليج انطلقت قوافل الإبل في جادة عكاظ وبدأ الفرسان استعراض مهارتهم وحطت معها قواف الشعر والأدب في سوق عكاظ الذي يحظى هذا العام وكل عام برعاية ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين أول مرة زيارتي في المنطقة في سوق عكاظ والشيء بصراحة أذهل الجميع وأثلج الصدر بالنسبة للعاملين وكذلك المواد المقدمين سواء من التراث تعرفنا على أشياء جديدة أجنحة وعروض مسرحية ومسابقات تتنافس في جذب الزوار المتعطشين للايالي عكاظ في طائف الورد والله شاهدنا بالعكس الشعر القديم والنباطي والمعلقات وجميع الأشياء الحديثة والقديمة طبعا عكاظ وادي الشعر وسماء الفكر يعيش اليوم حاضر يتجدد ونافذة تبرز من خلالها الثقافة العربية السعودية للعالم أجمع لقناة السعودية محمد الثقافي الطائف